من قناة السعودي أنتم تشاهدون برنامج الشارع السعودي معنا صلاح الغيدان السلام عليكم لا مستحيل مع الإرادة حلقة تحيي فينا الشغف أبطالها صامتون لكن قدراتهم لديها صوت مرتفع يلفت النظر ويرسم طريقا خاصا بهم على طريقة إبداعهم هم فئة غالية علينا في المجتمع السعودي يقدر عددهم رسميا حسب وزارة الموارد البشرية بحوالي 300 ألف أصم يتلقون الدعم والاهتمام في المملكة إنهم فئة الصم الذين يتركون بصمة احترام لكل من يخالطهم قبل أن نبدأ الحلقة شاهد كيف تدعم وتمكن إمارة منطقة مكة المكرمة وأميرها الداعم خالد الفيصل فئة الصم أخذهم لمستوى الإبداع في العمل الصم في حضرة خالد الفيصل متابع فهد الرميح وهيازع الشهري شابين من ذوي الإعاقة السمعية لم تمنعهم الإعاقة من الالتحاق بإمارة منطقة مكة المكرمة في الأول يعمل محررا في الإمارة وتحديدا في مكتب سمو أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل قمنا برفع خطاب إلى الأمير خالد الفيصل في اليوم العالمي للإشارة لنتشرف بمقابلته والسلام عليه وبالفعل تمت الموافقة على استقبالنا والسلام على الأمير خالد حفظه الله وكان الأمير سعيدا جدا بمقابلتنا والحديث معنا أيضا كان هناك تواصل بيننا نحن فئة الصم وبين الأمير باستمرار الأمير خالد ملم ولديه الخبرة والمعرفة بأمورنا ويعلم بتواجد فئة الصم ضمن منسوبه الأمارة نحن نشكره حقيقة جزيل الشكر لدعمه الدائم لنا حريص دائما على العمل سرعة الإنجاز التنظيم التعامل مع زميل فهد لم تتعامل معه كأنه عنده إعاقة مثل باقي الزملاء والثاني يعمل في إحدى إدارات الإمارة التقينا بسمو الأمير خالد الفيصل وتشرفنا بالسلام عليه والاجتماع معه وكان لديه حفظه الله الإلمام الكامل بوجود فئة الصم ضمن منسوبي أمارة منطقة مكة يحال له عمل تقريبا نفترض أنه إلى 15 معاملة يعني أنا متأكد 100% وهذا الشيء اللي أنا قاعد أشوفه وأحيل لناس ثانية مثلا إلى 7 إلى 8 الخمسطعش هذه تيجي قبل السبع الموظفين الباقيين المعاملات الثانية ملم بعمله عارف عمله حتى لو أدقق أنا يمكن تطلع من الخمسطعش هذه يا ما فيه يا وحده فقط معاملة تعديل بسيط الحكاية بدأت من إبداع فئة الصم وكفاءتهم في إنجاز المهام وإيمان كامل من الإمارة بقدراتهم فصنعوا قصة نجاح جديرة بأن تروى حتى وصل عدد الصم الموظفين الفاعلين في إمارة مكة إلى أكثر من 35 موظف يؤمن زملاء ومدراء فهدها يازع أن زميلهم الأصم إنسان وعلى المجتمع أن ينظر له كفرد من أفراده وأن إصابته بالإعاقة ليست مبرر لعزله وهذا سر ارتياح الصم الموظفين داخل الإمارة هكذا هو اسم خالد الفيصل بلغة الإشارة أمير إنسان مكن المميزين وآمن بقدراتهم حتى منحهم شعور الثقة بالنفس فتميزوا في مسارهم الوظيفي وحقق كل منهم ذاته وزادت دافعيته نحو محيطه ومجتمعه ووضنه أهلا بكم ورحب بمن ينضمعنا في الستوديو وهو الأستاذ عبدالله المحمدي مقدم برامج تلفزيونية وهو مقدم أصم صنع من إعاقته إبداع في تقديم البرامج التلفزيونية لأقراني فيات الصم حياتك العبدالله الله يحييك وسعي جدا بتواجدي معكم في البرنامج وكذلك مع الأستاذ صلاح وأنا مقدم لبرامج تلفزيونية مثل ما ذكرت الله يحفظكم أهلا وسهلا أيضا نرحب بأحمد الفيفي وهو مترجم لغة إشارة وبنتعبك معنا يا حمد اليوم لهابت الله يسلمك أهلا وسهلا الله يحفظكم الله يضول عمرك واجبنا الله يحفظك أيضا من أمريكا بدر العمري عبر سكايب وهو باح الدكتوراه وتعليم دراسات الصم وهو أيضا أصم حياتك الله أخوي بدر الله يحييك سعيد جدا شكرا لكم أهلا وسهلا ودي أبدأ مع عبدالله المحمد المحمد طبعا لازم أشكر اللي بترجم الحلقة و اللي بيشاركني تقديم هذه الحلقة للفها الغالي على قلوبنا فئة الصم وهو الزميل أمجد الفيفي شكرا لك يا أمجد الله يوفقك أمجد أخوك طبعا نعم أخوي وأنتم من عائلة من والدين صم نعم الوالد والوالدة هم فئة الصم لغة المنزل لغة إشارة كلها لغة إشارة الله يوفقكم يا حبيبنا أنا أترى محتك في لغة الإشارة و أحبيتهم أكثر لأن عبدالله أنا احتكيت فيه خلال فترة الماضية فحببني فيها الفئة الغالية على قلوبنا عبدالله أريد أن تحدثني عن تجربتك الإعلامية أنت قدمت بتجارب فردية و كنت تدفع من جيبك على الحلقات التي على اليوتيوب و بعدها استقطبت القناة الإخبارية أريد أن أسمع منك عن هذه التجربة الحمد لله في البداية واجهت صعوبات كثيرة أولا في البداية كان في المنزل بدايتي في البيت اشتريت كرومة خضرة و وضعتها في سطح المنزل و كان في إشكاليات كبيرة و أوجهها خاصة في الكاميرات و كذا اشتريت كاميرا خاصة بي و عملت كنت لا أستطيع أن أحد يعمل ممكن يساعدني في الإخراج أو في التصوير فكنت واجهة إشكاليات كذلك هناك في برضو أشياء مدفوعة مثل الأجهزة لبرامج المنتاج بدأت أحسن نفسي في التقديم و هذا ما كنت أحبه هناك في قناة اسمها قناة الصوم الثقافية كانت عبر اليوتيوب قدمت البرامج هذه في أحد الاستراحات و استضفت كثير من الضيوف و كذلك المترجمين الحمد لله بعد هذا العمل الكبير و تواجدت في قناة الأخبارية كمذيئة ما شاء الله و ترى على فكرة ترك بصمها رائعة جدا و يكفيه فخرا أنه وزيريا نجتمع على محبته و الدعمه بدر العمري أنت باحث في تربيات وتعليم الصوم كيف تشوف مستوى التعليم في المدارس السعودية و ما ينقص التعليم في مدارسنا حاليا جميل أولا بسم الله الرحمن الرحيم أشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة وأولا نتقدم بالشكر لخدم الحرمين الشريفين ملك سلمان و سمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان و كذلك أيضا وزير التعليم على دعمهم الدائم للصوم و أنا الحمد لله أقدم ما أستطيع لخدمة فئة الصوم في المملكة العربية السعودية الحمد لله الآن هناك تحسن في تطور كان في الماضي لم يعترف بلغة الإشارة الآن الحمد لله تم الاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية يتم التحدث بها من خلال لغة الإشارة والصوم كذلك أيضا احترام التراث الأصم أو مشتعم الأصم الآن أصبح الطفل الأصم بدأ ينمو و يتطور كقراءة كتابة ممتاز عبدالله المحمدي لماذا أخترت الإعلام كما هنا؟ في البداية كان محبة الإعلام عندما شاهدت التلفاز كنت أتأثر من عدم وجود برامج خاصة بالصوم فوجدت أن هذا فجوة كبيرة جدا للصوم لا يستطيع الاستفادة من البرامج التلفزيونية فأحببت هذا المجال و عملت كإعلامي أريد أن أسمع منكم الانطباع لا هذا السؤال عبدالله عبدالله بعد تجربتك في اليوتيوب و في الإخبارية مجتمع الصوم كيف تفاعل مع رسالتك و أنت قد التوعية الإعلامية لهم طبعا نحن نعرف أن عبدالله ترى أنت اللي علمتهم روية 2030 أنت اللي توصل لهم الأخبار الهامة والأخبار الملكية أنت اللي تعطيهم الترندات أنت اللي تعطيهم يعني وتواجه فيهم المجتمع مثل المناديب في حلقة سواف الإخبارية عن المندوب اللي إذا وصل عند البيت التصال ما حد رد عليه راح فسو حلقة على مثل هذه التحديات كيف شفت تفاعل الصوم نعم فعلا شعور الأصوم كان سعيدا أنه كان في الماضي تقريبا لا يجد له برامج خاصة يجد أنه فيه برامج في التواصل الاجتماعي لكن كان بعيد تماما على الحاصل في المجتمع الذي حوله فكان مهم جدا أنه يكون فيه تلفزيون أو فيه مقاطع فيديو تشرح لفئات الصوم فكان ردة الفعل سعيدة من قبل الصوم أصبح 300 ألف أصوم مندمج مع المجتمع كان سعيد جدا يستطيع أن يطور من نفسه من خلال هذا المجال ممتاز أخوي بدر العمري من سكايب وأنت في أمريكا يعني باحث للدكتوراه في تعليم ودراسات الصوم واسم سعودي نفتخر فيك يا بدر من وجهة نظرك ما أفضل نموذج حالي لتعليم الصوم في العالم ممتاز أنا عضو في الهيئة كتعليم للصوم وضعاف السمع وكذلك أيضا للسامعين التخصص أولا تخصص يكون موجود في تخصص لغة إشارة كذلك تخصص ترجمة كذلك تعليم المهارات الجامعية للصوم فيكون عنده ثنائية اللغة فيستطيع أنه ممكن أو كذلك أيضا ثنائية اللغة وكذلك الثقافة فيجتمع في هذا الشخص أنه يستطيع التحدث بلغة الإشارة وكذلك ملم به ثقافة الأصم كذلك أيضا المجتمع الأصم له ثقافة خاصة فضروري أن يكون المترجم أو من يعمل لدى أو مع مجتمع الصوم أن يكون ملم بهذه المهارتين كيف حياتي في أمريكا؟ حياتي في أمريكا الحمد لله مثل حياة الآخرين من السامعين ومن أقراني للطلاب التواصل معهم هناك في لغة إشارة الأمريكية هناك صوم بعدد جنسيات كثيرة من الصين ومن أسبانيا ومن سعودية ومن خليج وكذلك في أمريكا الآن نتحدث غالبا بلغة الإشارة الأمريكية الخدمات متوفرة الحياة الحمد لله سهلة لا بد أن نعرض ثقافتنا للطلاب الصوم ونشرح لهم ثقافة الصوم في السعودية طيب عبدالله المحمدي الجهات الحكومية والخاصة هل توفر برامج كافية لكم كفئة صوم؟ نعم الحمد لله الآن مع تطور الحاصل الخدمات تقدم لفئة الصوم من الجهات الحكومية بشكل جيد لكن القطاع الخاص الآن قد يمر في عدد كثير من المشاكل ولعلي أذكر مواقف كثير من الصوم مثل ما ذكرنا في الحلقات الماضية أن المناديب قد يعانون مع الصوم بسبب عدم الوعي الكافي في التعامل مع الأصوم فإذا مثلا وصل المندوب إلى منزل هذا الأصوم لا يستطيع أن يتواصل لا يستطيع أن يخبر كثير الاتصال به مثل ما السامع فيه اشتراطات بحيث أن يقود كذلك لابد أن يكون لديه دورات تأهيلية بحيث أن يستطيع التعامل مع الأصوم يقول كثير من المناديب مثل ما ذكرنا أنه كثير الاتصالات كذلك أيضا البعض المناديب لا يتحدث لغة العربية فصعب أن يتحدث معها عبر الرسائل فيرسل لي رسائل صوتية هذا يدل أنه فيه جانب وعي ضعيف في القطاع الخاص فلا بد أنه كل من يعمل في القطاع الخاص أنه يتم توعيتهم والتعامل مع الصوم بشكل جيد طيب فاصل نكمل بعد ما تبقى من برنامج الشارع السعودي مع حلقة قريبة إلى كل القلوب فئة الصم أهلنا بكم وأهلنا بمن انضم إلينا الآن حلقة خاصة عن فئة الصم ستعيشون كل الشغف والإبداع والتحديات اندماج في السعودية بعد إقرار النظام ذويئا لعقم مجلس الوزراء معي في الأستوديو عبدالله محمد يوه مقدم تلفزيوني من فئة الصم حيكل عبدالله مجددا أيضا معنا من أمريكا عبر سكايب بدر العمري وهو باحث دكتوراه تعليم ودراسات الصم من الولايات المتحدة الأمريكية أحيك الله يا بدر لازم أشكر أحمد الفيفي وهم مترجم لغة الإشارة اللي الله يعينك الترجم العبدالله وترجم البدر بيض الله وجهك يا أحمد وأيضا أخوه أمجد الفيفي الذي يترجم لغة الإشارة على الشاشة وأمجد وأحمد لوالدين صم أسأل الله أني يبارك فيكم يا أحمد اللهم أمين أزاك الله طيب أريد أن أرجع مع بدر من أمريكا أنت مستشار ومرشد للعديد من الأجيال القادمة في جامعة الملك سعود من الصم ما هي الصعوبات التي تواجهكم ممتاز نعم الحمد لله في الفترات الماضية عندما كنت متواجد كعضو في الهيئة وكنت أنا الوحيد من فئة الصم فكان كثير في عدد من التساؤلات كثير من فقط من السعودية كذلك من الخليج حتى في الإمارات وكذلك في أشقان من دولة عمان ودول الخليج كاملة أنه في السابق تقريبا عشر سنوات كان هناك فرق كبير وكان في صعوبات حتى في التعليم الجامعي الآن الحمد لله مع التمكين تم دعم فئة الصم فهذا يعني شكر لله سبحانه وتعالى ثم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان يعني الحمد للنطلق لانطلاقة سريعة مختلفة تماما الآن في الجامعات هناك طلاب صم كان عدد الطلاب سابقا كعدد محدود الآن لا فيه إتاحة فرصة أكبر تخصصات عديدة لفئة الصم وبإذن الله تكون جامعات المملكة العربية السعودية وأدول العربية تقتدي بهذا الفكرة الجميلة يا بدرو عبد الله أنت تدري أن نحن نفخر فيكم شكرا لكم الله لا والله صدق أنا ترى سعيد جدا أن يقدم هذه الحلقة مع كفاءتين واحد يدرس دكتوراه في أمريكا هم من أبناء الصم والثاني تصدى لفئة الصم يوعيهم وهو أيضا أصم ولا يتكلم ففعلا مفخرة والله يا شباب فخرة والبور طيب أريد أن أسأل عبد الله ما يحتاج الأصم في بيئة العمل بيئة العمل كموظفين هناك صعوبة قد يكون في التواصل التواصل قد يكون يفهم بشكل خاطئ كذلك أيضا الدورات التدريبية التي تقدم للموظفين غالبا لا يستفيد منها الأصم هذه المشاكل قد تواجه الأصم في بيئة العمل طيب ممتاز بدر أنت أول عضو هيئة التدريس أصم على مستوى الجامعات في الوطن العربي ودنا نسمع منك أكثر عن التجربة هذه نعم الحمد لله أنا عضو هيئة التدريس وهذا فضل الله عز وجل ودعم من الوزير للتعليم وإتاحة الفرصة وكذلك أيضا منسوبية الجامعة مكسعود ودعمهم والوقوف مع الأستاذ بدر صح واجهت في البداية صعوبات في تقديم المحاضرات كان في مشاركة من العيون السامعة مركز العيون السامعة كان هناك فيه برامج جديدة وكذلك خاصة بفئات عمرية مختلفة من الكبار والصغار فتم تحت هذه الفرصة واستفدنا منها في الجامعة الملك سعود طيب عبد الله المجتمع الصم هل هم منعزلين ولهم مجتمعهم الخاص ولا يحبون يجلسون مع شراح المجتمع الثانية فعلا لا الأصم غير منعزل الحمد لله أنا أعمل مع موظفيين سامعين ولكن تختلف من أصم لشخص آخر ومن سامع لشخص آخر كذلك لأنه إذا كان فيه صعوبة في التواصل يجد أن أصم غير موجود في هذا المكان لكن الحمد لله الآن الوعي موجود حتى في المجتمع كامل فيجد الأصم مكان كيف البيئات العمل اللي يعمل فيها كيف يتعاملون معه فيها مزح وفيها ممتاز التواصل جيد كذلك مع الأستاذ صلاح ما شاء الله تم إتاحة الفرصة بشكل جميل الحمد لله في السابق كافي صعوبة الآن الحمد لله جميع الموظفين يستطيع التعامل معهم وهذا شيء طيب وبعد دعمك الله خط الله يوفقك يا عبد الله طيب أخويا بدر العمري أنت بذلت جهد عظيم جدا في قاموس لغة الإشارة السعودية سافرت لكثير من مناطق المملكة اللي جمع هذا القاموس حصلت أيضا على جائزة الملك خالد بفرع شركات تنمية ليش جمعت هذا القاموس وش الدافع اللي يخلاك تجمعه وأيضا كم استغرق من الوقت عشان تجمع هذا القاموس لغة السعودية جميل الله أعطيكم العافية نعم في البداية أول ما درست في جامعة قلودت بامريكا تخصص في تخصص اللغويات لغة الإشارة فتفاجأت أنه يوجد أنه من أنت هويتك ما هي هويتك أنت كأصم أنت سعودي طيب ما هي هوية اللغة التي تتحدث بها فكان أن المجتمع السعودي عند الأصم لا يعرف هوية الأصم فبدأت أعمل في القاموس والحقيقة بفضل الله عز وجل يعني الدعم الدائم اللي وجدته من والدي من الشركة كذلك وجدت أن هناك تصميم في بداية 2009 بدأت في هذا العمل في منتاج هذا الكتاب سافرت لعدد من المناطق حتى أجمع كثير من الإشارات يعني كثير من الآباء والأمهات سامعين عندهم أبناء صم لا يستطيع أن يتواصل معه فكانت هذه فجوة كبيرة فالقاموس هذا ساعد أنه يستطيع الوالدين السامعين أن يتواصلون مع ابنهم الأصم بحيث أن هذا الأصم لا يكون منعزل ويكون مع عائلته كذلك أيضا الحرمان اللغوي هذا يواجه كثير من الصم اللي يكونون في عائلة أغلبها سامعين فيكون منعزل فكذلك أيضا الضعف المصادر التي تعلمها الحمد لله الآن في هذا الوقت مع التقنية مع المواقع الآن أصبح الأصم قريب من المجتمع قريب من المصادر التي يحتاجها والحمد لله كلنا فخورين بما يحصل في المملكة العربية السعودية ممتاز عبدالله ما هي المواقف المحرجة التي أنتم تتعرضون لها في الشارع عند محطة البنزين عند الإشارة الحمد لله كمواقف محرجة نادرة ما تحصل مع المجتمع يعني الكثير في تجارب كمثلا تجارب إعلامية نعم توجد يعني الكثير من التجارب قد يكون مثلا بعض المحتوى غير مفهوم للضيف هذا يعني تكون تجارب عادية لكما تجارب محرجة في الشارع السعودي الحمد لله ما نجد ذلك طيب الأخوي بدر ليش تختلف لهجة يعني لغة الإشارة في السعودية على حسب لهجات المناطق نعم سؤال ممتاز جدا اللغة الإشارة مع معهد المعاهد الخاصة بالصم تم تطوير هذه الإشارة فأصبح بين الصم هم يعني مثلا الصم الشمال وصم الجنوب وكذلك أيضا في الغرب وفي الشرق من الصم قد تختلف إشارات خاصة للثقافية مثل الأكل أيضا كذلك ثقافة العادات والتقاليد فمثلا نجد أن هناك أكلات غير معروفة لدى الصم في الشمال فتجد أن هذه الإشارات غير موجودة كذلك أيضا يضيف إشارات البيئية تختلف من منطقة لمنطقة طيب فاصل لنكم البعد ما تفقى من برنامج الشارع السعودي فابقوا معنا أهلا بكم وأهلا بمن انضم إلينا الآن نتحدث عن حلقة فاخرة جدا وإنسانية من الطراز الأول لأنها مع فئة الصم سميناها إنجازات صامتة وفعلا إنجازات صامتة فيها شابين مبخرة واحد في أمريكا عبر سكايب وهو بدر العمري وهو باح الدكتوراه أصم في تعليم دراسات الصم حياك الله يا بدر العمري وأيضا عبدالله المحمدي مذيع التلفزيوني أصم وكسر حاجز الإعاقة وتصدى لتوعية أقرانه من الصم في المملكة وقدم تجربة ناجحة على قناة الإخبارية وسموا برنامجه أبلغ من الكلام حيث الله عبدالله أرحب أيضا بالأخوين اللي ترجمون الحلقة أحمد الفيفي وهو معي في الاستوديو بيض الله وجهك يا أحمد وجهك يا أحمد وأيضا أمجد الفيفي اللي تشوفون على شاشة ويترجم كامل الحلقة الله يحييكم بيض وجيكم أنا ودي نهاية الحلقة الجزء الخير هذا ودي دقيقة ونص العبدالله ودقيقة ونص البدر يسردون لي لمن يقولون شكرا لأي جهة لأي مكان تعاملوا معه وكان فيه أخذ في الحسبان من لغة الإشارة الحمد لله في بلدنا الغالي نتقدم أولا بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإتاحة هذه الفرصة وكذلك دعمهم خاصة في القرار الأخير في هيئة أو في الدولة العاقة كذلك الرؤية صاحب رؤية عشرية ثلاثية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لدعمهم وتمكين هذه الفئة وكذلك أيضا الجهات مثل جهات التعليم تحسينهم وتطويرهم لتعليم فئة الصم كذلك أيضا تعليم وزارة الإعلام إتاحة الفرصة لتقديم برنامج خاص بفئة الصم فلهم شكر جزيل كذلك أبشر هناك برنامج لديهم أشر كان يقدم الخدمات الخاصة بفئة الصم لهذا البرنامج كذلك أيضا لوزارة الموارد البشرية وكثير من برنامج أيضا برنامج مواءم وغيرها يعني الدعم ما شاء الله تبارك الله سعيدي جدا فللجميع الشكر والتقدير السؤال نفسه لبدر العمري لمن تقول شكرا نعم في البداية الحمد لله أنا تعرفت على هويتك كسعودي وكأصم فخور جدا بأنني أنا سعودي ومواطن سعودي فنتقدم أولا بالشكر الجزيل لخادم الحرمين لشريفين الملك سلماء بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلماء لإتاحت هذه الفرصة والدعم والتمكين للصوم كذلك لا أنسى الشكر الجزيل لوالدي ودعمهم الدائم ولمعلمية الصوم كذلك أشكر الأستاذ عبد الله المحمدي والمترجم أحمد الفيفي وأمجد الفيفي والفريق الذي يعملون مع الأستاذ بدر من فئة الصوم تقدم لهم بالشكر الجزيل فخور جدا بأن مع شعب عظيم وممكن يقدم للصوم بإذن الله طموح أعلى وأكبر ويكون تمكين للصوم في المجتمع لا حدود ذوي الإعاقة فشكر الجزيل لكم طيب أحمد الفيفي المايك لك الآن وش بدك تقول في نهاية الحلقة شكر الجزيل لساعدتك الله أحفظك لتاحت هذه الفرصة للصوم وإظهار إنجازاتهم لفئة الصوم في البداية قبل سنين عديدة كان الصوم منعزلين لكن الآن الحمد لله مع الظهور الإعلامي ودمج الصوم في المجتمع كان شيء إيجابي تطور التعليم تطور الصحة تطور الجامعات الآن فئات الصوم بدأوا يدخلون كتعليم وهذا بالأبسط حقوقهم فهذا أكيد وراه داعم كبير خدم الحرمين الشريفين ملك سلمان وسموه ولي عهده برؤية عشرين ثلاثين فكذلك لهم الشكر الجزيل أنت قلت في البداية أنه أنت لأبوين صم نعم صحيح نعم صحيح مأثر عليك أنت أخوانك من الصغر وأنت أنتم ناطقين وأبوكم أمك صم فأنت حياتك مقسومة نصفين بين الكلام وبين لغة الإشارة فعلا في البداية أنه كولد بكر لوالدين صم كان يوجههم صعوبة لكن الوالد لم يتوقف لأجل هذه الصعوبة بدأ يوصلني لحلقات التحفيظ المراكز الصيفية للتعليم فأصبحت أستطيع أن أتحدث وهذه المشكلة كثيرة ما يواجهها من الأولياء الصم الأب والأم الصم عندهم أبناء سامعين قد يواجهون إشكالية التكلم والتحدث مع الآخرين فالحمد لله لم نواجه هذه الإشكالية الآن الحمد للخمسة أخوان نتحدث لغة الإشارة اللغة الإشارة هي الأم في المنزل وكذلك نستطيع أن نتحدث مع الآخرين وأبوك وأمك على قيد الحياة نعم الحمد لله أريد أن تنقل لهم تحية فريق الشارع السعودي وأيضا كل من يشاهدنا ودعواتنا لهم أن الله يحفظهم يخليهم لكم يصل إن شاء الله الله يزاكم فعليا أبو أم يعني بصراحة لهم بصمة اللي ربوك أنت وأمجد الله يحفظ الله يحفظ وأخوانك الباقي شكرا لك بيضا الله أوجيهكم شكرا لعبدالله محمدي وهو مقدم تلفزيوني من فئة الصم شرفتنا وأثريت الشارع سعودي و لازم أقول لك أنها من أجمل الحلقات التي قدمتها شكرا لك كذلك موصول أستاذ صلاح شكرا لبدر العمري وهو باحث دكتوراه وتعليم دراسة الصم كان معنا عبر سكايب من أمريكا شكرا شكرا لك يا أحمد بيضا الله أوجيهكم و أنت مترجم لغة الإشارة معنا في الستوديو شكرا لك يا أمجد مترجم لغة الإشارة على الشاشة الشارع سعودي هنا عكاس لاهتمامك و طموحاتك أكتبوا لنا رأيكم نقدكم على حسابتنا على شبكات تواصل الاجتماعي سنسمع سنتفاعل و نتعلم منكم أيضا تذكروا دائما أن قناة سعودية تستهل وقتك شكرا لزميلة هديل جربوع و فهد الشهراني على أعداد هذه الحلقة و المخرج بدر العنزي تحية من كل أعضاء فريق الشارع السعودي على رأسهم نورا الربدي رئيس تحرير هذا البرنامج في مالله ترجمة نانسي قنقر